ده مش مجرد فيلم ينزل في سنة 2023 ده بالنسبالي جزء من سلسلة بالنسبالي من احسن سلسل افلام الرعب في التاريخ يكفي ان فيلم زي ده او سلسلة زي دي بيبقى فيها بلوت توست رهيبة جدا تشهل لك كده ما كانها مكنت قاعد فنهاردة ننخص فيلم سوء 2023 بس اما ابدأ لازم تكون اعارف حاجة مهمة جدا وان احداث الفيلم ده اللي هو الجزء العاشر بالدور ما بين الفترة اللي بين الجزء الاول والتاني يعني الجزء الاول والتاني فيما لهم فترة كده الفترة دي هي الجزء العاشر اللي سنزل دلوقتي فعلى الليل لازم تكون متفرق على الجزء الاول والتاني عشان تستمتع بالجزء ده طب لو انت مش متفرج ما تقلقش يا صديق انت فكارات محمد نيلو فما تقلقش انا افهمك كل حاجة قبل ما الفيلم يبدأ وكمان في وسط الفيلم وعلى فكرة في مشهد بعد نهاية التتل بتاع الفيلم مش موجود في النسخة الاونلاين اللي نزلت على الانترنت بس موجود في السينمات وفي الفيديو ده هجاب لك المشهد ده والمشهد ده مفاجأة كبيرة جدا جدا يا صديقي فكل تطر تعملها يا صديقي دلوقتي انك تعمل الاشتراك في القناة لان احنا عادي نوصل مئة خمسة الف مشترك قبل نهاية السنة وكما يفرحوني بقى للنهاردة عيد ميلادي احنا فشجز تب يلا بينا بص يا صديقي صياعا كده شخصية الجيكسو او جون كريمر هو مهندس مدني بيه بيعمل حاجة غريبة شوية وهي ان بيجيب الناس اللي بالنسبة لهم حياتهم مش مهمة ولا بيضعها حياتهم في الشرب والمخدرات والسرق او مش عارف ايه وبيعطوه في الفخاخ لو عرفوا يحلوا اللغز هيخرجوا من الفخ كويسين مش كويسين او يعني هم اللي اما يفقدوا جزء من جسمهم او حتى من اللحمهم بس مهم انهم يفضلوا عشين لو ما يحلوش اللغز فهيموتوا بطريقة بشعة جدا يعني هو بيتلش حد هو بيحطك في الفخ والله انجحت اقروا بركة ما انجحتش هتموت دي سياسة الجيكسو عشان تكونوا عارفين وجيكسو اللي هو سفاح الالغاز في امريكا يعني هم مسمينه جيكسو المهم في حدث الجزء الاول في بنت اسمها اماندا البنت دي ناجت من اللغز الكماشي اللغز ده جامد اواجد عادي هي ناجت منه ولانها كانت مدمنة مخدرات بعد اللغز ده وبعد مداية الموت بعنيها رجعت عن الطريق ده وما رجعتش تشرب مخدرات تاني تماما وشفناها في الجزء التاني او بمعنى صح في نهاية الجزء التاني وعرفنا انها اللي عملت كل الافخاخ اللي كانت في الجزء التاني دي واستلمت الراية من سفاح الالغاز الجيكسو طب ايه اللي حصل بابل الجزء الاول تاني ايها ما نعرفش في الفيديو ده ايها نعرف بيبدأ فيلمنا مع جون وهو بيعمل كده شوية تحاليل لان زي ما احنا عارفين هو عنده سرطان في الدماغ وبين الحياة والموت بيقول الدكتور انه خلاص فضله شهر او اتنين بكتير ويموت فبيلوح جون للجروب اللي فيه ناس كده مرضى سرطان برضو وبيشوف واحد اسمه لانري بيتكلم عن سرطان من كرياس اللي عنده المرحلة الرابعة والدي هو تعبان منه جدا ركاية قربة يمشي جون من المستشفى بيشوف واحد بيسرق المرضى اللي هم مش قادرين يعاني يشوفوه او يدفع عن نفسهم لانهم تعملين ومرمين على السرير فبيحطه في لغز من الغازو بينه نفسه متربط على كورسي كده وفيه امبوبتين هيسحبه عنيه لو ما حلش اللغز في خلال 30 ثانية ايه واللغز بقى هو انه هيدوس على خمس ارقام كل رقم هيكسر صابع من صباعه لازم ميلح يدوس على خمس ارقام قبل ما 30 ثانية يخلصه يدوس على الرقم الاول وبعدها الرقم الثاني وبعدها الرقم الثالث ولكن يا صديقي الوقت بيخلص وبيقدرش يستحمل صوابه القصر الدي والان بوبتين بيبدأوا يشفوتوا عني يا صديقي وبيموت بعدها ابشار كده بيقابل جون هنري في كافيه كده وبيقول له ايه ده انت عارفني انا كنت معاك في مجموعة مرضى السرطان بيقول له طبعا فاكرك يا جون حبيبي بس انت مش اقول له عليك يعني صحتك بين انها كويسة انت عندك سرطان بين كياس صح؟ اه دي قصة طويلة بص انا بيت الدكتور اسمه بيم بيترسون دكتور عام العقار معين كده بيدمجه مع عملية استقصال كده بيعملها بترجعك سليم في خلال ايام معدودة بس للأسف الدكتور ده مش هنا في امريكا هو اخر مرة كان في النرويج لان امريكا ملعت استخدام العقار ده عندها والمنظمات ملعت الموضوع ده تماما بيعجب جون بالكلام جدا وكده كده وميت فما فيش مشكلة يجرب فبيدي له هنا الرابط هيفهم منه كل حاجة فانا جون مش بيقدم خبر يا صديقي وبينوح يتفرج على الفيديوهات اللي على الرابط ده وبيشوف بيترسون وهو بيكلم على الدواء بتاعه ولكن بنته بعدها بتطلع وقالت ان هو تهاجم من الحكومات والمنظمات عشان هو كشف حلول الامراض كتير كده فبالتالي الناس مش هتحتاج علاج وطبعا فيه ناس كتير بتاكل عيش من وراء الامراض اللي بتصيب ندي ولذلك عبا المبوية يكمل استكشافات ويروى الدنيا كده ويشوف لنا حل في الموضوع ده العلاق بتاع السرطان لستش انغيل في العيادات التجربية بتاعتنا تحت ادارتي انا بيبعت لهم جون على الايميل وبعدها بكم ساعة فعلا سينيسيا بيترسون بترن عليه وبتقول له انه ما يلقش وانهم هيعلقوه في خلال ثلاث شهور بس ولا يقل للأسف جون مقدموش ثلاث شهور لانه هيموت قبله ما يخلصوا فبتقول له خلاص خلاص انا في المكسيك وفي نظام علاج في خلال ايام هعملهو لك هو صعب ومكيف شوية بس هيشفيكم المرض تماما ها هجلنا يمتنا ترى بعدها بيقوم بيروح لهم جون المكسيك وبيقابلوا السواق وبيقضوا يوصلوا ولكن فجأة صديقي بيوقفوا معصابة وبيقضوا جون وبيودوا فيلا كده في مكان رايق في حتة شبهها يعني برج تحس نوع برج كده المهم اوما بيدخل بيقابل بنت طيبة وجميلة اسمها جافرينا استقبلوا وبدخلوا السليزيا اللي بتقولوا انهم كان لازم يجبوه بالطريقة دي لانه ما يفعش حد يعرف مكانهم حتى السواق اللي جابوا بتوع تتكلم معاه وبتعرف منه هو بيعمل ايه في حياته كده فبيقولها انه مهندس مدني بس هو هويته انه يساعد الناس بتقول له ازاي يعني فبيقول لها خليهم يقدروا ايمة حياتهم المهم بيروح شوية كده يستريح بالليل عشان الصبح يعمل العملية وبيتمشى شوية في الجنينة وبيتعرف على ولد اسمه كارلوس ابن الجناني اللي هناك وبيلعب معاه شوية خليك فاكر يا صديقي كارلوس ده كويس جدا عشان يحتاجه بعدين المهم بيدخل جيني العيادة وبيتعرف على ماتي وفالنتينا ويسيلز واللي بيقوله ان الناس دي شطرة وانقذوه من سرطان الحنجرة وظل متخصصين هيعملوا العملية فعلا بتبدأ العملية وبتقوله سريزيا ان المخدر اللي اخده هيخليه فقد الوعي احيانا واحيانا صاحي وشايف كل حاجة بس ما تقلاش مش هتحس باي وجع تماما بيبدأ العملية وبيشوف فعلا في كاميرا قدامه كده شكل مخ وهو بيتفتح والعملية شغالة وبعدها بيفوف مكان تاني كده وبتقوله سريزيا انه منقاله مكان بعيد شوية بعيد عن العيادة عشان يرتاح وبتقوله سريزيا وبتقوله ان العملية نكحت ومش ناس غير انه ياخد العقار ده مرة صبح ومرة بالليل وهيبقى زي الفل وكمان التقارير بتاعتك اهي ايه ده عندك حق تقارير فيها تحصن رأيب جدا الحمد لله اسيبك بقى ترتاح سلامة هندسة بيبدأ جون يمارس حياته عادي وبيبارس ويته وبيرسم تصاميم افخاخ اللي هو بيعملها وبيعاد يوم والتاني والتالت والدنيا ثمان وفي يوم بيشوف من بعيد شكل البرج اللي في العيادة اللي هو كان عامل فيها العملية فبيكرروا انه يروح يشوف الدنيا ويدخل البيت اللي كان فيه جابرينا اللي استقبلته ولكن مش بيلاقي اي حد هناك حتى لما راح لعيادة ملايش اي حد فيه وكانت شبه مهجورة يا صديقي بيكون اي الجنن ومش فيهم حاجة وبيتصدم لما بيلاقي في تسجيل فيديو عن عملية في الموقع وبتتعامل لمريض في المستشفى واحد يقول لي تفن الصدمة في كده الصدمة يا صديقي ان الفيديو ده هو نفس الفيديو اللي كان شايفه اسلام العملية لو تفتكروا يعني هم كانوا بيتحقوا عليه وهم فاهمينوا انه هو بيعملوا العملية وهم اصلا اعملوش اي حاجة عشان كده سيليزيا قالت له ان المخدر اللي اخده هيخليه يفقد الوعي ويرجع تاني وهكذا هم كانوا عايزين يخلوه يشوف الفيديو بتاع عملية المخ ودامه عشان يبقى مصدق كل حاجة ومصدق ان دماغه فعلا اتفتحته العمل في عملية هيولاد اللزينة وطبعا لما بيشيري الشاش بيكتشف ان راسه اصلا ما تفتحتش وما فيش اي اصهار عملية او اي حاجة بتعصب جدا واحنا كمان بنا نتعصب صراحة وده معنى ان فيماك زراعة تيحصل لها صديقي بيروح لدياجو وده واحد من اللي كانوا بيعملوا العملية وبيخطف وبيصحى يلاقي نفسه وتربط على كرسي ويدمنه تربط فيها سكر حديد وقدامه الجن فبيقولوا مش انا الرجل اللي انت عايزه سدقني اوالي الزنب وبيطع الحبل باستخين وبيفك نفسه وبيلاقي الدلعين بتوعه مربوط فيهم قنابل مربوطة جوة لحم دراعه بسلوك حرفيا يعني عشان يشيل القنابل دي لازم يا صديقي يقطع في لحم دراعه عشان يشيلهم فبيلاقي تسجيل وبيفتحه والتسجيل كالآتي ايزاك يا ديجو هو اللي اقول لك دكتور كوارتز ايوانا بلاي جيم القنابل اللي في ايدك هتنفجر في خلال ثلاث دقائق عشان تخرجه لازم تقطع لحم دراعك حرفيا لازم تقطعه وانك ايه كفاية كده يلا بيها نلعب وبيبدأ الوقت يا عدة صديقي بيتطر ديجو انه بالاسياخ اللي في ايدك يقطع لحم دراعه ما كان القنابل دي وبينجح وبيخرجوا الاولى وبعدها وقبل الوقت يخلص بكم سانية بيشير التانية وبيرميهم بعيد هد بيفجر فبيضح لجوم بشنط الاسعافات الاولية وبالله ما تيلقش هتبقى كويس هو هيعالجه ايوان مش هيموته لانه هو نجح في اللغز طبعا من جات في اللغز يبقى تتعالج دي القوانين يا جدعان بيكلم بعدها حد في التلفون وبيقول له انا محتاج بمساعدتك عشان انا هو يدور على اشخاص معينة كده وملا عرفش هو بيكلم مين صراحة بنتروح بعدها المال هلالي بنشوف فنيات الليل تينا اللي كانت عاملة نفسها وموردة ولي بتروح لعربية مع واحد من مكان وفاجأ بيكسر حد ازازة العربية وبيضرب الرجل ده وبيأخو تينا وبنتروح بعدها جابرينا اللي كان يستابريده في البيت وبنشوفها وهي بتشتري ماتيو ومواد مخدرة لها وبعدها ما بتمشي في حد بيكهرب ماتيو وبيغضب وبعدها بنشوف جابرينا في حمام عام بتشم بودرة فاجأة بتحس بحركة غريبة في المكان وليما بتخرج بيوجو معدها حد لابس قناع الخنزير ولو تفتكر يا صديقي كده على الخنزير ده شوفناها في اخر الجزء التاني عارف مين كان لابسه لو انت عارف خلي المعنوبة في دماغك يعني عشان انا نعرف كلنا دلوقتي المهم جابرينا هي كمان بيتخطف بيروح بقى لحبيبة قلبي الصراحة انا بكراش على البنت زياج داعيان سيليزيا اللي بنشوفها بتكلم وحد في التليفون كده عايز يتعالج وبتعرفوا انهم مش معروفين اوي لانهم شغالين في الخباسة كده عشان حكومة وهتحول تحجزوا مكان يامل في العملية وفي وسط ما هي بتتكلم يا صديقي بنشوف صور المرضى اللي تنصر عليهم وبتطع صورة جون لانها خلاص نصبت عليه وبتلمي في الفلوس اللي خلتها من العملية وعلى كل نزمة في اسم واحد من الناس اللي شغالين معاها زي دياجو وماتيو والناس دي نصبهم يعني عشان الناس ما يخدوش نصبهم المهمة بتحس بحلقة غريبة في المكان وفي حادي بيتردع لما ربط العربية بنشوف حد بيقناع خنزير بيحقنها بمخدر وبيكون الحد ده هو ايوه امان ده يا معلم وهي اللي ساعدته ان يجيب كل الناس دي طبعا امان ده زي نقولت لك عاشت في الجزء الاول وشفناها في الجزء التاني هيا بتكمل مسيل الجون الفترة دي بقى اللي هي الجزء العاشر اللي حنفرج عليه دلوقتي يعني هي دي الفترة اللي جون كان بيعلمها فيها كل حاجة عشان تكمل مسيلته الدموية دي اظن كده انت فهمت كل حاجة مش محتاجة تفرج على اي افلام تاني يعني المهم بيسحوا كلهم في مكان العادة اللي المفروض عملوا في العملية للجين وكلهم كانوا متربطين بسلاسل من رجلهم مع عادة تينا اللي كانت قاعدة على واحد من افخاخ الجيج سو وبتاخد امان ده اللي افوين سيليزيا وبتحطها على ترابيزة كده وبتحطه في نطس القوضة وهنا رفيد الوقتي وبتتماسك نسيليزيا وبتقول نجون هو انت تعمل معنا كده ليه ده حنا ساعدناك هه ساعدتني اه دكتورة محترمة ده انت رخصتك من تيام من 8 سنين وبتمرسى الطب من وراء الحكومة ده انا هروأ عليكم النهار ده يا وادل احبا بص يا حاجة تينا ده مفتاح نجاتك بتقوله ايه ده ازاي يعني بقولها ايو ايو ده منشارة هيبي تعالب مش مشكلة مفتاح برضو ازاي انت مش بتقوله انه مفتاح ازاي منشار ايو ما هو اتنين في واحد كلهم بيترقوا يوقف اللي هو يعملوا ده لكنه بيقولهم انتو توعدوا عشخاص كتير بالامل والحياة وفي الاخر بدنصبوا عليهم بتنكر سيزيا كل الكلام ده في وريها وراءة كاية عندها فبتها فيها 35 حالة ناصبت عليهم وبيقولها تقريبا جمعت 8 ملون دولار من النار ده كله والنهار ده انت هتدفع التمل نبدأ بتينا بص يا ستي انت في 4 سبايك معدن سيحين في جسمك لازم تستخدم المنشار وتقطع رجلك من عند نصف فقد كده ما كان ما انا معلم لك يعني وبعدها تخلي الجهاز يمتصهم ولو ما امتصهمش كلهم قبل الوقت السلك اللي حواليان رقبتك هيطيرها لك يلا انا طلع فوق بتاخد تلان منشار وبتبدأ اللعبة وبكون مترددة وخايفة جدا لكنها بتبدأ تقطع في رجليابة ومنشار وتنشر وتنشر وبتنجح في الاخر وبتحط الجهاز في رجليع عشان يسحب المعادن ولكن الوقت بيخلص يا صديقي قبل ما كل المعادن ينسحب والسلك بيشير رقبتها عرفيا بكون اماندا مش قادر تستحمل المنظر فجون بيقول لها امورها تعملي ايه في اللي جاي بيبدأ يتكلم معها شوية ويعلمها لانه خلاص كلها ايام وهينوت وقتبقى الوحدها ولازم تحتمد على نفسها وقتها تليفون سليزي اللي على الترابيزة بيرين ولو انه بعيد عنهم بتمسك جسد تينا وبتفتح بطنها وبتخرجها معها وبتلفاحها ولانه الترابيزة وبتسحبها وبتمسك التليفون وبتكلم واحد اسمه ميج وبتعرفه النقط خطفت وفجأة بتيجي اماندا وبتاخد منها التليفون وبتقول سليزي الجون على فكرة انا ممكن اكون مصبت عليك ولكن ابو يا فعلا بيقدر يساعدك زي مساعد ناس كتير بيقول لها خليك في حالك شطور انت وبيطلع وبيسيبه عشان يكملوا لعب وبتترجى خابرينا اماندا لانها تساعدها فبتصعب عليها جدا وبعد شوية بيجي ميج وبنترى يشوف انه هو يبقى السيلز اللي كان في العيادة مع جون اللي عنده سرطان حنجرة اللي قاله انه عنده سرطان حنجرة مش عارف ايه الناس دي ساعدتني لو تفتكروه بيخش ومعه مسدس فبتيجي اماندا وبتضربه على دماغه وبيسحى بيني نفسه على كرسي ومتربط وبيقول لجون انه جاي اخد فلوس لانه مننصبوا علي ازا ما نصبوا عليك جون ما عملوش عملية ولا حاجة حتى بص لعبت زي معي فبيقول له جون بص يا سيلز راجبتون كلهم هنا لانه انضحكوا عن ناس المرضى اللي زي وزيك وما تيلقش فلوسك معانا بس قبل اي حاجة ايونا بليا جيم والله قال له كدر قال له العزل عبل لعب بس ما يكونش فائط والصراحة ما بنفهمش هو قال له ايه لانه ما يعني ما جابوش المشهد ده فهنعرف دلوقتي روح يا مان دا انت حضر اللعبة الجاية لجابريانا انا بتروح ماتي بيفضل بارطم فبتقربه وبتجهزه للفخ اللي بعده وبتقول لي يا جابريانا انا عملت اللادر عليه وحاولت تأخر دورك في الافخاخ وبتيجي دوميتسو على العجلة ومعها ترابيزة كده عليها مشرت وتسجيل وبتروح لحد عنده وبنشوف ماتي وفيه شاشة قدامه مصورة شكل راسه من فوق وفيه مكان في راسه محلوق منه الشعر وبشتغل التسجيل ازايك ماتيو الموضوع سهل وبسيط فيه ميزان قدامك حط عليه شوان لانسجة دمارية بتاحتك بمعنى تاني افتح دمارك وهاتلي حتة من مخك لحد لما صندوق يفتح وتاخد المفتاح وتفكي الافخ ده وده كله في ثلاث دهاية شفت مفيش اسأل من كده انا عايش هون المخ البس وبشتغل ماتيو شان يوف صغير يفتح بدماغه وبعدها بيجيب مشرت وبيبدأ ياخد انسجة من مخه في مشهد صعب جدا جدا وطبعا ده كله في عذاب رهيب والوقت بيخلص ما بيلحقش والفخ بتيفي عليه بعدها بتتكلم امان ده مع عجون ان هو ممكن يلحق نفسه ويروح لوالد سليزيا ده يتعالج عنده فيقول لها انه خلاص مفيش مفر من الموت وبتعايته بتحضنه فيقول لها يلا ربما النار يطلع فكي استاذ سيلزي ده ونشوفها يعمل اللي قلت له عليها ولا لا وقتعجب اليانا ما بترضاش تفتح التسجيل لحد لما سليزيا بتقناعها فميتشغلوه اقول لما بتسمع اسمها وبتسمع جملة ايونا بلا جيم بتفير على طول فيقول لها جون لازم تلعبه وبيبدأ هو اللعبة من غير التسجيل وبتبدأ السلاسل تسحبها لحد لما بتعلقها فوق وبيقول لها قالات الاشعاع اللي قدامك دي ما بتهزرش وممكن تسياحك حرفيا لازم تفكي ايدك ورجلك عشان كده ممكن تكسريهم عشان يخرجهم من الكلبشات دي بتبدأ سليزا تشجعها وفعلا بتاخد جابريانا المطرقة اللي قدامها الخشب دي وبتكسر في رجليها وإيديها لحد لما فكتهم ولكن كانت الاشعاع حرقت وشها تقريبا بنسبة كبيرة وبيقول لجون جهز اللعبة اللي بعديها يا عمان ده ولكن سليز بيسبتهم المسدس وبيطلب منهم المفاتيح فبيقول لجون مش ده اتفاقنا وبينزلوا وبيوح لسليزيا وبيقول لها وحشتين قلبي أنا كنت فكرك هتسبني اسميك ازاي بس ده نموت عشانك بيقول لهم سليز اللي هو ميج يعني يلا جون اطلع هنا وكلبش نفسك وبتقول لسليزيا جيم اوفرا جون فبيقول لها لازم نلحق جابريانا لانها كذبت وتستهل تعيش فبتروح سليزي وبتقتلها بعدها بتسألهم عن الفلوس فبيقول لها على مكان الفلوس فبيقولوا على فكرة هيا هتأخد الفلوس وهتتلك بعدها هاي ده يا جون ده اخرك كنت خافة منك اما عرفت انك سفاحة للغاز الجيكسو اللي هو بيقول على طول بصوت مرعب عشان يخويفتنا وكده انت عارف المشكلة في ايه انك هممكن تمشي وتجرب بفلوس دي ولكنك رفط فجأة بيشوفه في كاميرات ماركوس الطفل اللي كان بيلعب مع جون ففتقلوا بتجيبه وبيحطوه على الناحة التانية من اللعبة اللي ساعة جون فبيقول لي جون كل اللي انا عايزه منك لانك ترفع الدرعة ده ماشي تمام يلا بيانالعب بيكونوا لتنع على طولة كده وبوشوا من السقف وبينزل عليهم دم بكمية رهيبة جدا ولازم عشان الدم يوقف ترفع اليد وقتها الدم هينزل على الشخص التاني اللي في اللعبة وبيفضلوا كده شوية جون مرة والطفل مرة جون مرة والطفل مرة لحد اللي انا بتدخل سليزيا القوضة عشان داخد الفلوس بيروح مج وراها واقول لما بتسحب الشنطة بتاعت الفلوس هوب بيتلاقي طاي مرة اشتغل كده وفجأة اللعبة اللي عليها جون بتوقف وبيكونش في فلوس في الشنطة اصلا والباب بيتقفع عليهم هم الاتنير وما بيجلوا كسروا في الباب المسدس بيكتشفوا ان ما فيش رصاص كمان اصلا وقتها الرجال افكوا نفسهم زي ان يجون فضل برود اللي افطال المسدس وما بتسأله سليزيا ازاي جون عرف ان انت بتنصب عن ناس معانا بنشوف مشهد لجون اما كان مسك اول ضحية ليه وعرف منه ان السيزر او مد معاهم في الحوار وبينصب عن ناس وكان مكالم اماندة وطلب منها انها تشوف طريقة يجيو بها السلز لانهم مش عارفين مكانه عشان كده لو تفتكروا هي ثابت التليفون قدام سليزيا عشان هو يرن عليها ويعرف مكانها ويجي لها بص يا رجالة الناس ده اللي بيشموا جسمي وبيتتكل من بره جوه هدوني ازاي معرفش انتول عمرجو شغالين مع بعض بس المرة دي هتبقوا ضد بعض فتحة واحدة بس بشخص واحد بس يتنفس منها الهواء والتاني هيموت طبعا بيفضلوا وتخنوا على الفتحة دي ده حد لما حبيبة قلبي سليزيا بتقتد سيلز وبتتنفس هي براحيطها تنفس تنفسي ولا يمك والرجالة بيعض الفلوس وبيمشوا من المكان ده تفتكر الفيلم خالص يا صديقي؟ كلانا كنا فاكرين ان الفيلم خلص يعني لانها ما تفرجناش علي في السينما لكن ما تفرجت علي في السينما هتكتشف يا صديقي ان في مشهب بعد التتر انا مريدوش في النسخة من الميل ولكن بحثت عنه وعرف ساجيبه قادل مشهد يا صديقي فاكرين هنري ايوه هنري ده يعتبر زي طعم كده بيروح مجموعات التأوية اللي هي بتاعت السرطان وبيروح هناك وبعدها في فترة بيقابل الناس قاصد عشان ينشوفوا صلحته كويسة ويسألوا عمل كده ازاي؟ ومن اللي يساعد جون في انه يجيب هنري وانه يجيب الناس دي كلها اصلا زي ما انت شايف صديقي هو مارك هوفمان ودي مفاجأة بالنسبة لنا كلنا وطبعا دليل على جزء 11 جاي في الطريق لو متعرفش مارك هوفمان ده يبقى امين فانت محتاج تتفرج على الجزء الثالث والرابع وبيد الاجزاء لو عايز يعني المهم ستشتعملكش ترفك وانتفعل الجرس عشان يوزه لك كل جديد شوك في فيديو الجاي يلا السلام